أنا فهمني أنا رجل عمري 72 سنة فهمني تقدم فيها المن إذا كان هو يطلع لك يقول لك أنا بندل لك محكمة دستورية أنا بندل للمحكمة البنغازي هذه كلها علامات قاعدة واضحة معاش عندي عزاء فيها معاش عندي ثقة فيه نقدم لليش والله التلاتة اللي بصم بكمون زي ما قال لك خلامين صم بكمون لم تأوى شوف من ساعة معينوهم مرة مرة يطلع لك مصالحة وطنية لكي ذم صاحب بعد يطلع لك مش عارف المشروع الناس لا يحلوا لا يربطوا لا يملك قرارة واحد بكاء كانوا كذا كذا مش أستقالوا رد خرز قبوا قعدتوا شيخ لآخر مش عارف الشخصيات لا تقدرش تطلق عليه السلام يا راجل لا يوجد عندك رجال وطن ما يوجد رجال وطن يوجد بياعة وشراية في السوق نحن معاش نقدروا ننتظروا لابد لنا كليبيين أحرارة يقولوا لك كفا يا سيد أنت من جابك أنت جابتك سبعطاش سبعطاش تبي ترد حقوقها من جديد تبي تأخذ حقها تنتزع حقها مش تأخذ حقها حتى آخر ولا طلبات ولا نكلمك ولا نسألك أنا ننتزع حقي ليه لأن الثمن باهض يا راجل الثمن باهض على مستوى ليبيا من اقتصادها المنهار اللي قعد سرقى ونهبى على اللي كان فيها عجلة زي ما قال جماعة القذافي زي ما قالوها قالوا لو كان عندنا العجلة تحت المدر الرياضي هذا عقلية الحاكم الليبي اللي جاك ما جاكش واحد يبكي عمر يبني ما جاكش واحد يبكي لما يشوف دولة زي قطر ديرا بهذا الحجم من العمل الرياضي في العالم هو ليه هم هو نفس الخراب والفساد يزداد كل يوم فنحن مسؤولين حرار ليبيا مسؤولين أن يضعوا حد لهذا النزيف الذي يكاد بكرا أنا هنا قاعدين اليوم هم قاعدين ومشاء الله وقاعدين بكرا بعد بكرا مش معروف وين نكوننا لا يعني ننتظر لين يخش لي لطرابلس ونقول له والله أنه نخاطبك بالعقل والمنطق والديمقراطية والحضارة وأن دير الكرواطة ودير لا يا سيد أنا عطيتك 11 سنة يعني احتفال الجاي هذا بتاع فبرايريا بكم 12 عام وهو لا حياته لمن تنادي يا رجل بل بالعكس ما يضحكوا عليك لما يمروا عليك بسيارات في ميدان خمسين ولا مئة رجل بصبين وفي الشعب خلاص مات الشعب لأنه جوعة فقرة وشغلة في الضي وشغلة في الخبزة وشغلة في الطبيقة وشغلة في الأمية في المرتبات إذن لابد من علاج جدري بتر لابد من البتر صح وعرة والله وعرة ما هيش سهلة راهي لكن الله غالب هم ما حطونا في زاوية معاش عندنا حل آخر ولا خيار آخر إلا انتزاع هذا الحق موسيقى